حضورنا الكريم، زوار معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخة 33 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المعري، العلم كالقفلي إن ألفيته عسرة فخله ثم عاوده لينفتحه نفتتح فعاليات اليوم الثاني من أيام معرض الدوحة الدولي للكتاب بمحاضرة عنوانها قواعد في أساليب التعليم يقدمها لنا المفكر الإسلامي والمدرب الدكتور طارق سويدان ويحاوره فيها الاستشاري التربوي والإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي فليتفضل مشكوري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا عليم اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك طبعا الدكتور طارق سويدان غاني عن التعريف لطالما شاهدناه من أيام تلفزيون الرسالة وقص الأنبياء وقص الأئمة الأربعة وهو ثروة معلوماتية وكنز معرفي أمانة وأنا سعيد اليوم أني أكون بالقرب منه وأتحاور معه كذلك لنستخرج منه فلديه الكثير وكما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره فنرحب مجدداً بالدكتور طارق سويدان حياكم الله دكتور في هذا المعرض المبارك الرائع حياك الله حياكم الله جميعاً سعيد جداً جداً الحقيقة بوجودي بالدوحة أنا دائماً أفرح لما أجي الدوحة الله يبارك يعني أشعر أني بين أهلي وإخواني وبلدي وأنتكب ويعني نهنئ قطر الحقيقة على شبابها ونهنئها على مواقفها المشرفة تجاه الأمة وتجاه قضية الأمة في فلسطين وسعيد جداً بدي أنك تكون معي دكتور بسمع عنك الخير الكثير ففرصة أن نتحاور معك أسعدك الله دكتور بداية ما هو التعليم ما هو التعلم الذي نريد أن نتكلم عنه بداية نشرح وثم نغوص في معاني طبعاً طبعاً الناس كلها تعرف التعليم والمصطلح الإنجليزي للتعليم هو education ومدرسين المدارس الجامعات كلها شغالة في التعليم حديثي اليوم هو ليس عن التعليم حديثي اليوم عن التعلم والتعلم بالإنجليزي هو learning واختلاف جذري عن التعليم طبعاً أنا اشتغلت في التعليم سنوات طويلة واشتغلت في التعلم سنوات أطول لأن التعلم هو منطلق ذاتي وأستطيع أعرف التعلم بتعريف سويداني جميل فأقول أن التعلم هو اكتساب الجديد لإحداث التغيير جميل اكتساب الجديد اكتساب الجديد لإحداث التغيير فإذا الإنسان أعطيناه معلومة يعرفها هذا ليس تعلمها وإذا الإنسان قرأ كتاب يعرفه هذا ليس تعلم لكن عندما الإنسان سواء يقرأ أو الأساليب الأخرى للتعلم ممكن نشير لها لاحقا يكتسب معلومات جديدة أو سندخل في تفصيل أكثر الجديد هذا قد يكون معلومات قد يكون مهارات جميل وقد يكون قناعات وقد يكون طرق تفكير فهذه الأمور الأربعة هي التي يشملها التعلم فالتعلم هدفه أن الإنسان يكتسب هذا التعلم ليس فقط للمتعة وإن كان فيها جانب متعة لكن التعلم الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان يتغير سواء هو يتغير بنفسه أو يغير من حوله أو يغير المجتمع أو حتى الدولة أو حتى العالم وهناك وناس غيروا الدنيا جميل على مدى التاريخ إذن لما نفكر في يعني كلمات التعريف سنجد أن هناك منهجيات للاكتساب وهناك عناصر لهذا الجديد وهناك تغيير على عدة مستويات وهناك آليات لإحداث هذا التغيير فاحفظوها ما هو التعلم هو اكتساب الجديد لإحداث التغيير جميل دكتور لو وضعنا النقطة الفاصلة بين التعلم والتعليم فروق كثيرة الحقيقة بين التعلم والتعليم يعني أهم فرق أن التعليم رسمي في الغالب يعني الإنسان يذهب إلى المدرسة يذهب إلى الثانوية يذهب جامعة يذهب معهد يجلس في فصل يتعلم بينما التعلم ذاتي التعلم ما يحتاج شيء رسمي ممكن للإنسان يتعلم بأي صورة من الصور ممكن يتعلم من الإنترنت يتعلم من اليوتيوب يتعلم من برنامج تلفزيوني يتعلم بالقراءة يتعلم بالتأمل يجلس جلسة تفكر ويستخرج أفكار جديدة والفلاسفة وغيرهم كيف صنعوا التغيير بهذا التفكير أينشتاين أينشتاين في 1923 كتب في سنة واحدة ثلاث أبحاث غيرت علم الفيزياء وغير النظريات التي كانت مستقرة لأكثر من 200 سنة من أيام بسحاق نوتن طيب هذا من وين جاء؟ جاء بالتأمل فالتعلم فرق كبير عن التعليم بأنه مرة أخرى غير رسمي أيضا التعلم هو ليس تلقي التعلم ليس تلقي في التعليم هناك من يلقنك من هو مشرف عليك من هو أستاذك بينما التعلم هو ذاتي فهذا فرق رئيسي جدا أيضا أيضا كثير من الشباب والبنات لما يروح المدرسة وبعدين نقولوا في بكرة إجازة يفرح نعم لأن يابوي بالنسبة لهم مجبرين على هذا التعليم بينما التعلم في فرق رئيسي إن الإنسان يعمل مستمتعا ولا يوجد فيه إجبار التعليم له سنين معينة يعيشها الإنسان أربع سنين ابتدائي ولا غيرها ولا ستة ثم يذهب إلى الجامعة أربع سنوات هذا كل تعليم أما التعلم ليس له وقت وليس له حد وليس له شهادة فيتم مدى الحياة الفروق هائلة بين التعليم والتعلم الدكتور الدافعية لصناعة التعلم الآن هو شيء ذاتي لكن هذا الجيل جيل للأسف الشديد لا أريد أن أنتقد فنحن فيه ونحن قد نكون سبب من السلبية التي توجد فيه تريد كل شيء جاهز تريد أن تستهلك أكثر ما تنتج حتى أصبحت قيمنا الاجتماعية ومكانتي الاجتماعية بقدر ما أستهلك لا بقدر ما أنتج صناعة الدافعية جميل أو شيء بس أنا سامحني دكتور أبي أوقف عند كلمة أن الجيل فيه مشكلة وأنا سحب سحبها أولا نحن في معرة كتاب فاللي جاءوا هنا جاءوا بدافعية ذاتية صح؟ نعم ومهتمين بالقراءة دراسات واضحة جدا جدا واضحة أن عندما نقول بثلا الشباب العربي لا يقرأ هل هذه كلمة أنت تسألني عن الدافعية هل هذه الكلمة أو الجملة تحفز؟ لا هذه لا تحفز لا تحفز هذه تثبت لما أقول لولد أنت كسلان أنا هدفي أني أحفزها لا بس هذه الكلمة الثابت اليوم أنها تثبت ولا تحفز وبالتالي يجب أن نحن نتجنب المثبتات للدافعية لا ما هي الدافعية لهذا التعلم؟ الدافعية قد تكون غرست في الطفل من نعومة أظفارة من قبل أمه وأبوه أعطيكم قصة كان عندي واحد من أولادي الله يحفظ أولادكم كان عندي واحد من أولادي ما يحب القراءة كل أولاد يحب القراءة خمسة يحب القراءة السادس هذا ما يحب القراءة وأنا حاول شجعة الدافعية إقرأ ومستقبلك وما أعرف إيش وما في فائدة قلت لازم أجرب طريقة ثانية يعني أسلوب التحفيز الخارجي هذا ما هو فعال كثيرا واليوم عندنا دراسات واضحة وأنا أدرس علم اسم التحفيز وهو علم وليس وعظ وليس كلمات فثابت عندنا أن التحفيز الداخلي أثر أضعاف التحفيز الخارجي بس كيف نصنع هذا التحفيز الداخلي حفظوها لا يمكن لأي إنسان يصنع تحفيز داخلي في إنسان آخر أنا ما أقدر أخلي عندكم رغبة في التعلم ولا رغبة في النجاح في الحياة ما يمكن لازم تطلع من أنفسكم طيب ماذا نستطيع نحن إذن كمفكرين مصلحين أولياء أمور مسؤولين في الدولة كيف نستطيع أن نساعد الشباب على هذه الحافزية تتسألني أنت على الدافعية دكتور الدافعية يجب أن تأتي من داخل الإنسان طيب ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ نستطيع أن نفعل التالي هو أن نوجدهم في بيئة تساعد على هذه الدافعية فأنا جربت هذه الطريقة مع هذا الولد اللي لا يحب يقرأ كنا في ذاك الوقت في أمريكا وأنا أحب دائما أروح أشتري كتب من مكتبة كبيرة جدا أربع طوابق وفيها مقهى وفيها كذا يعني جميلة حتى هي مكتبة شراء كتب وليس مكتبة عامة فأخذت الأولاد بالبان ورحنا إلى المكتبة قلت يالله كل واحد يشتري أي كتاب وعلى فكرة لا تبخلوا في هذه المسألة أي كتاب يرغبوا فيه دعوا يشتروا جميل طيب ميزانية مفتوحة اشتروا اللي تبو فهذا الولد قال لي أنا ما أريد أشتري فمصمم فمصمم أنه لا يوجد إدافع أي قلت له خلاص لا تشتري أنا لا أحجب رأك على الشراء جميل قال لي طيب أنا أقعد في السيارة قلت له لا أستطيع أن أقعد في السيارة يعني خطر رح أقعد في المقهى اللي داخل البوكشوب فقال لي خلاص أقعد في المقهى لا أشتري الكتاب قلت له على راحتك طبعا كان عمره في ذاك الوقت حوالي تسع سنوات جلسنا في المكتبة هم الأولاد كلهم ينتقوا جلسنا حوالي الساعتين إلى ثلاث ساعت لما جينا نطلع ناديتهم وإذا هو جايب معا ست كتب شايل الكتب هو مختارها هو اللي اختارها فقرأها كلها مع الأيام صار عنده عشق للقراءة صارت الدافعية ذاتية إذن من أقوى الطرق للدافعية هي أن نوجد بيئة تساعد على هذه الدافعية جبوهم جبوهم معرض الكتاب هنا حتى لا تقول لا اشتريه لا تجبر على شيء بس روح تفرج وإذا عجبك شيء جيبه تركوهم هم يقرروا شوفوا إيش هيصير هذا الولد مع الأيام شوفوا من كان ما يقرأ لما صار عمره 12 سنة صار يقرأ في ذاك الوقت بدأ يقرأ هاري باتر هاري باتر الكتاب ستمائة صفحة سبعمائة صفحة ما شاء الله كان يقرأها في ثلاثة أيام ما شاء الله صارت متعة بالنسبة له إذن أقوى طريق للدافعية هي ليست الوعظ وإنما إيجاد بيئة تساعد على هذه الدافعية أن يحتك بأناس عندهم طموح إذا صاحب ناس حاشاكم تافهين سيتأثر بهم وعندما يحتك بأجواء تساعد على هذه الدافعية مع الأيام ستكون عندها دافعية أيضا من قضايا الدافعية هو أن نخلي الشباب والبنات والأولاد أن يشوفوا نتائج هذا العمل جميل فيحتكوا بعلماء يحتكوا بمخترعين يشوفوا الدنيا كيف تغيرت وهذا يعني عندما يرى نتائج ومآلات الأمور ستزيد عند الدافع هذه بعض الطرق فيه جميل الدكتور ذكرتني أيضا قصة سريعة لأحد المجموعة من الشاب ذهب إلى شاب لا يصلي نعم قالوا تعال معنا للمسجد فقال أنا لا أصلي لماذا أأتي للمسجد فقالوا طلبنا منك المجيد للمسجد ولم نطلب منك أن تصلي فلا تصلي فتحدثوا مع بعضهم لا تحدثوه عن الصلاة وجاب الفعل وجلس في المسجد وأذن المغرب وقيمة الصلاة وما أحد أتكلمه عن الصلاة فوجد الجميع يقف خلف الإمام ويصلي فقام توضى وصلى ما شاء الله نعم بعد أن صلى رجع وجلس قال هذه آخر صلاة أصليها أذان العشاء هذا تاب من الصلاة هذا تاب من الصلاة نعم فجاموا عن صلاة العشاء الجميع قاموا صلى ولم يتحدث معه أحد فقام وصلى العشاء ثم جاء وقالوا أنت خليت بالشرط قال أنا الآن فهمت أنا الآن فهمت قال وماذا فهمت قال كنت في بيئة الصلاة فيها صعب وجئت في بيئة عدم الصلاة فيها صعوبة دكتور لو أردنا أن نقيس كفاءة التعلم نعم كيف تعرفوا أن أنتوا تتعلموا بشكل فعال ولا لا السؤال هذا هو السؤال نعم يعني الدكتور يسأل كيف نقيس التعلم فمرة ثانية كل واحد فيكم كل واحدة منكم تبدأ تفكر هل أنا فعال أو فعالة في التعلم فهذا القياس له علامات العلامة الأولى هي سرعة التعلم سرعة فإذا أنا فعال في التعلم أنا وياك جئنا نتعلم شيء أنا تعلمت أسرع منك هذه إحدى القياسات الرئيسية لسرعة التعلم لفعالية التعلم علامة رئيسية أخرى من علامات فعالية التعلم هو عدد الأخطاء بعد التعلم بعد التعلم تعلمت أمر وأنت تعلمت بعدين نجينا المارسة أنا أخطأ ثلاث أخطاء أنت أخطأت خطأ واحد فإذا أنت فعال أكثر مني إذن عدد الأخطاء هو أحد المقاييس الرئيسية أيضا مقياس ثالث وهو عدد المحاولات أثناء التعلم عدد المحاولات يعني أنا مثلا حاولت أن أتعلم أركب موتر سايكل وحاولت سقطت وحاولت سقطت فبعد المرة العاشرة أتقنتها بينما أنت سقطت خمس مرات إذن أنت فعال في هذا التعلم أكثر جميل فهذه هي أهم الإشارات والمقاييس لفعالية التعلم جميل الدكتور أحيانا يقولون يعني الأهل والآباء لا تظلمون الولد هذه إمكانياته والثاني شاطر هذه إمكانياته والثالث متدني هذه إمكانياته هل هناك فروق في قضية التعلم طبعا طبعا اليوم عندنا شيء نسميه growth mindset عقلية النمو دراسات واضحة دكتور جدا أنا عندي بحث كامل في هذه المسألة أن عندما نقول هذا إمكانيات ضعيفة هذا إمكانيات عالية هذا عبقري هذا ذكي هذا الأسلوب حتى لما نقول عبقري وذكي نتائجها سلبية وسيئة لا تقولوا لهم أنت ذكي أنت عبقري أنت بطل الدراسات واضحة أن آثارها مع الزمن سلبية ليش؟ لأن إذا هو عبقري وبعدين جاء في أحد الامتحانات وفشل ماذا سيحدث؟ سيبدأ يشك في عقله يبدأ يشك في عقله طيب إذن ما هي العقلية التي يجب أن نزرعها؟ هي نسميها عقلية النمو عقلية النمو ما هي الفرق؟ ذكاء الإنسان أنا عندي أبحاث أيضا في علم الذكاء ذكاء الإنسان يقاس بالآيكيو الآيكيو ثابت ما يتطور ما يتغير يعني لو سوينا تدريبات ما يزيد الآيكيو فإذن أنا لما أقول عبقري ولا ذكي طيب ما هي الفائدة منها؟ ماذا سينبني عليها؟ إنه يصير عبقري أكثر؟ ما هي يصير عبقري أكثر لأن الذكاء ثابت طيب إذن ما هو البديل؟ البديل هو أن نركز على الجهد مدح الجهد وليس مدح القدرات دكتور تسألني عن هذه قدراتها إياكم تمدح أو تذم القدرات المدح يكون للجهد والانتقاد يكون للجهد فإذا ولد جاب درجة ممتازة أقول له شوف ما شاء الله عليك جاب درجة ممتازة لأنك تعبت مش لأنك عبقري لأنك تعبت وإذا جاب درجة ما هي جيدة أقول له أنت ما ترى استكفاية ماذا سيحدث وراء هذا؟ هذا سيعطيهم مؤشر رئيسي إنه يقدر يغير نفسه يقدر يبدو الجهد بينما لما نمدح الذكاء هو ما يقدر يسوي فيها شيء فإذا لا تمدحوا القدرات ولا تذموا القدرات ركزوا على الجهد ومحاولات التعلم دكتور مشكلة يعاني منها أغلب الناس مشكلة النسيان كيف نعالجها؟ هل هو بالفعل مش قادر يركز على أدخال المعلومة ولا المعلومة تدخلوا بعدين إنساها؟ لا هي واحدة من أمرين نعم أول شيء طبعاً في ناس عندهم مرض اسم النسيان هذا فيه واحد راح للدكتور قال الدكتور عندي مشكلة أني أنسى 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 بشكل مو طبيعي قال له متى بدأت معاك المشكلة؟ قال أي مشكلة فإذا كان إنسان خالص نسكي إنسان من هذا النوع هذا مرض هذا لازم نروح نعالجه دعونا نتكلم عن إنسان سوي إنسان ما هو مريض ما في شيء اسمه مشكلة نسيان لا توجد كل شيء تتعلمه في الحياة يخزن في عقولكم كل يخزن في عقولكم هنا دعوني أتكلم عن بعض الأوهام لأنه ممكن نفصل فيها بعدين بس تتكلم شوي عن أوهام الناس عندها وهم اسمها العقل الباطن هذا وهم العقل الباطن ما هو طبعا أنا أعرف هذا مش لأني باحث في هذه المسألة لكن لأن ابني دكتور محمد تم اختياره واحد من أفضل أطباء النفسيين في الشرق الأوسط ما شاء الله فسألت هذا السؤال قلت له هل يوجد شيء اسم عقل الباطن؟ قال لي طبعا قلت له هل هذا العقل الباطن ممكن يتحكم فيه؟ يعني بعض الناس يقول عقلك الباطن هو اللي خلاك تسويها هل ممكن العقل الباطن يتحكم فيك؟ قال لا طبعا مستحيل العقل الباطن يتحكم فيك وعلى فكرة وشرعا شرعا أيضا خطأ لأنه إذا في عقل الباطن يتحكم فيني الله سبحانه وتعالى لأي شيء حصل تكليف يصير ظلم فما في شيء اسم عقل الباطن يتحكم فينا إذا ما هو العقل الباطن؟ العقل الباطن هو الذاكرة الهارد مثل في الكمبيوتر في الذاكرة السريعة وفي الذاكرة اللي تخزن هو الذاكرة اللي تخزن يخرج متى هذه المعلومات أو حتى واحد شفته مثلا بعد سنين رأيته أنا شايف هذا الوجه من قبل طيب هذا كله في العقل الباطن هذا العقل الباطن تسمعوا جيدا هذا العقل الباطن نستطيع أن نستخرج منه المعلومات طبعا أحيانا تأتينا في الأحلام يأتي شيء من الباطن بالأحلام أنا لا أعرف كيف أتحكم في الأحلام لكن أعرف كيف أتحكم في النسيان وهو أن عندنا طريقة نسميها الاسترجاع ريتريفينج الاسترجاع وهي واحدة من أقوى طرق التعلم اليوم تعلم له طرق غير التعليم هذا التعلم له طرق واحدة منها رئيسية جدا يسميها ريتريفينج الاسترجاع وهو أن الإنسان إذا تعلم معلومة قرأت الكتاب سمعت محاضرة طيب الآن هذه المعلومة كيف يثبتوها أكثر فمثلا أستاذ أحسان قاعدة تكتب هذا بس بس تكتب كلمتين هذا يثبت المعلومات أضعاف اللي قاعد يسمع فقط طيب أيضا لما هي بعد يومين تراجعها استرجعت هذه المعلومة هذا الاسترجاع له أنظمة اليوم يعني متى تعملها كيف تعملها طيب نحن ندرب عليها تدريب فإذا دربناك على الاسترجاع تصبح ذاكرتك أحسن هل ذاكرتكم ستصبح أحسن في كل شيء الجواب لا وليس مهم يعني لا لا نقدر وهي غير مهمة لأن أنا ممطلوب مني أتذكر كل شيء تعلمت وأنا أريد أن أتذكر الأشياء اللي سأستفيد منها أو أفيد جميل وبالتالي خليها تتخزن اقرأوا أكبر عدد من الكتب لكن اقرأوا وأنتوا تستعملوا طرق التعلم ممكن تتكلم عن هذا حبيت وإذا استعملتوا طرق التعلم ستثبت أكثر وإذا استرجعتوها ستثبت أكثر بس ركزوا على اللي همكم ركزوا على اللي ستستفيد مننا وتفيد نعم دكتور بما نحن الآن في معرض الكتاب والكتاب يحاكي العقل ويحاكي الذاكرة كذلك كيف أضع لنفسي خطة للتعلم طيب خطة التعلم ليش قلت أولى أن لها خطوات كثيرة وطرق كثيرة لكن دعوني أعطيكم أهمها أولاً أولاً لابد من وجود شيء نسميه أهداف ذكية هذه الخطوة الأولى في بعض الناس يدخلوا هذا المعرض الجميل جداً أنا زرت معارض كتب يعني الحمد لله كثيرة جداً حتى في الغرب هذا أجمل معرض كتاب رأيت في حياتي يعني فعلاً معرض الدوحة الدولي للكتاب يعني تحفة فعلاً تحفة نهنئ الدوحة ونهنئ قطر عليها ونهنئ القائمين للحقيقة أنا أعرف أن وراء هذا جهد جبار فبارك الله فيهم طيب فالآن في ناس تدخل هذا المعرض في ناس تدخل قاعدة تتفرج وبعدين يختار كتاب عجب عنوانه مقبول بس هذا ليس هدف ذكي هذا ليس الهدف الذكي هدف الذكي أني أنا قبل ما أجي المعرض أقعد أقول ما هي نوعية الكتب اللي أنا أحتاج أقرأها ما هي خطتي في القراءة إذا حبيت أعطيكم تفصيل في القطة القراءة فبناء عليها هذه هي الأنواع الكتب أو حتى أسماء الكتب اللي ممكن أقرأها أيضا من الأشياء التي ساعدكم جدا على وضع هذه الخطة أن تقرأوا كتب تشرح لكم كيف تقرأوا الكتب جميل أنا كتبت كتاب من أربع أجزاء اسمه صناعة الثقافة واحد من أجزاء ماذا أقرأ جميل فما تقرأوا بس وتتفرج وتختار وإنما تجلس تدرس طبعا فيه كتب أخرى غير هذا الكتاب تدرس فأنت يعني ما تريد تقرأوا كتاب في الفقه مثلا طيب فما تروح تنقي كتاب وأنت ما تعرف لا الكاتب ولا المؤلّ ولا الكتابة ولا المشاكل اللي في الكتابة ليش قاعد تجرب من صفر في ناس درسوا هذه الكتب وقيموها يعني احنا في هذا الكتاب سوينا منهجية في كل مجال من المجالات كل مجال من العلوم الإنسانية حدين وضعنا أربع مستويات من المبتدئ إلى المتوسط إلى المتقدم إلى الخبير وفي كل مستوى نرشح لك كتابين هذا الجهد أنا عملت مع تسعة وخمسين واحد من العلماء ما شاء الله كل عالم سوا في مجاله يعني في الفقه اللي سواه دكتور سلمان العودة فقه الله وأسره في الأدب الدكتور عبد الرحمن العشماوي رئيس رابطة الأدب العربي وغيرها هو ليس جهد فردي فأعطيناك منهجية إذن الأمر الأول هو أن الإنسان يحدد أهدافه ويعرف كيف يختار بعدين خطوة ثانية أن يحدد نوعية القراءة نصيحتي لكم تعملوا التالي يقسموا قراءتكم نوعين نوعين النوع الأول هو أن تقرأوا في مجالكم أنت مهندس مدني اقرأ في الهندسة المدنية تعمق فيها وهكذا في أي تخصص من التخصصات اقرأوا في مجالكم خمسين بالمئة من قراءتكم يجب أن تكون في مجالكم والخمسين بالمئة الأخرى لا تقرأوا في مجال واحد اقرأوا في مجالات كثيرة ليش هذه المسألة احفظوا اسمعوا جيداً لأن وراءها قاعدة نتكلم عن قواعد التعلم كلما قرأتوا أكثر في مجالكم زاد علمكم كلما قرأتوا في العلوم الإنسانية زادت الحكمة عندكم فهذا من القواعد الكبرى فخمسين بالمئة من قراءة في مجالي وخمسين بالمئة في مجالات أخرى أيضاً للقاعدة أن لا تقرأوا حتى غير مجالكم في مجال واحد أو مجالين يعني خارج مجالكم اقرأوا في مجالات كثيرة والنصيحة ركزوا على العلوم الإنسانية أنا مهندس أنا دكتوراه في الهندسة لكن تعلمنا أن العلوم الإنسانية هي التي تصنع الحكمة وليس العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية تعطيك قواعد هذا الكون كيف يتحرك لكنها لا تزيد حكمتك فهذا من جزء رئيسي من هذه الخطة جزء رئيسي الثالث أن تحدد ما هي الطرق التي ستستعملها في التعلم تعلم له طرق فما هي يعني فيه العفو فيه منهجيات لهذه الطرق وطبعاً فيه طرق للأسف للأسف يعني أنا في دورتي عن التعلم أدرس عشرين طريقة عشرين طريقة من طرق التعلم هل تصدق يا دكتور وتصدقوا أن العالم العربي لا يعرف منها إلا أثنتين إذن عندنا مشكلة واضحة نحن نحتاج أن نعلم هذا الجيل كيف يتعلم فهذه جزء من الخطة في التعلم الله المستعان السؤال أيضاً ثاني وظننا أيضاً كبير ما هي أقوى طرق التعلم أولاً قبل ما هو أقوى طرق التعلم ما هو أهم شيء تتعلمه فكروا معي في هذا السؤال ما هو أهم طبعاً بعد علوم الآخرة التي تنجينا في الدنيا ما هي لو قلت لكم اختاروا مهارة وحدة مهارة وحدة تتعلمها ما هي هل ستكون مهارة الإبداع ولا فن الإلقاء يلا ولا القراءة السريعة أهم مهارة أهم مهارة هي أن تتعلم كيف تتعلم خلينا أقول لكم الحكمة وراها هي قيل في المثل لا تعطني سمكة علمني كيف أصطاد هذا مثل جيد بس فيه مثل أحسن منه ما هو المثل اللي أحسن منه لا تعطني سمكة ولا تعلمني كيف أصطاد لأن لو علمتني كيف أصطاد وظل البحر هايج لمدة سبوع سأظل جوعان سبوع لكن علمني كيف أتعلم تفتح لي كل الأبواب دكتور أي مجال أي مجال أحب أن أتعلم أعرف أتعلم السبب لأني أعرف كيف أتعلم أنا العفوة ليست إبداع سويداني هذا علم كامل اسمه ليرنينج رحت أنا تعلمته ومارسته والآن أنا أستطيع أني أتعلم ما أشاء هذا بقاعدة عامة بما يتعلق بمعرض الكتاب يمكن أهم مهارة أن تتعلموا القراءة السريعة ليس القراءة الفوتوغرافية قراءة الفوتوغرافية بشكل عام وهم اللي هو يقلب صفحاته ويسوي نفسك أنه يقعد يقرأها هذا ثابت علمياً أنه وهم القراءة السريعة كيف أقرأ بسرعة وأفهم بنفس الدرجة من الفهم هنا ما قاعد نقلب صفحات وإنما أنا أستطيع أدربك أن بدل ما تقرأ 200 كلمة في الدقيقة وهو المتوسط العالمي بالتدريب تستطيع أن تقرأ 400 كلمة في الدقيقة مع الفهم مع بقاء الفهم بنفس المستوى طيب طبعاً أنا هذه الدورة أخذتها أنا أخذت هذه الدورة وأنا في السنة الأولى من الجامعة وغيرت سرعتي في القراءة وإلى اليوم هي تتعلمونها مرة واحدة بس تتعبوا فيها مرة واحدة تأخذ شهر واحد فقط وتغير قراءتكم بقية حياتكم فأنا حالياً أقرأ المتوسط 10 إلى 20 كتاب كل شهر ما شاء الله بسبب بعد توفيق الله أني أعرف كيف أقرأ بسرعة وبفهم لا يقل عن فهم الذي يقرأ بطريقة تقليدية هناك أيضاً طرق بديعة جداً في كيف نلخص الكتب هذه أيضاً من الطرق الرئيسية يعني في طريقة رئيسية يمكن تجدونها على فكرة في يوتيوب يعلمك كيف تعملها اسمها طريقة كورنيل للتلخيص كورنيل سي أو آر أن إي أل أل كورنيل طريقة شهيرة جداً الآن اللي يدخل في الجامعات الغربية لازم يتدرب عليها لأن أنا لما أسمع محاضرة وجالس أو قاعد أحد أحاول ترانسكرايب يعني ترانسكرايب يعني كل كلمة يقولها أكتبها هذه طريقة فاشلة في سماع المحاضرات وفي تلخيصها فإذن الفكرة هنا هو أن نلخص محاضرة كاملة في صفحة واحدة نلخص كتاب كامل في صفحة واحدة هذه الصفحات عندما تجمعوها مع الأيام تشكل لكم تروة في الثقافة فإذن عندنا طرق نستطيع أن نتدرب عليها وعلى فكرة يعني التدريب على هذه الطرق أكثرها أكثرها لا يأخذ أكثر من خمس أيام بس خمس أيام وتتغير منهجياتكم في القراءة وفي طرق تحتاج يعني أقصى واحدة تحتاج شهر فلس شهر وعندها ستتغير هذه فهذه أنا أتمنى أن خاصة المسؤولين في وزارات التربية ولا غيرهم يبدأوا يعني دخلوا هذا في المناهج لأن لو لو علمنا على ذلك لا نستطيع أن نعلم الأطفال في السنة الأولى ابتدائي القراءة السريعة ما شاء الله فتخيل ماذا يحدث له بقية عمره سبحان الله فهذه كلها الآن ثابتة وعندنا عندنا حتى الأدوات التقنية تكنولوجية لعملها فأتمنى أن هذه الثقافة تنتشر إن شاء الله بين الناس بإذن الله دكتور كل علم يحيط حول بعض العشوائيات أو دعونا نسميها الخرافات أيوة ما هي خرافات التعلم أوكي هناك نعم بعض الخرافات اللي محيطة بالتعلم دعوني أعطيكم بعضها لأن منتشر الأسف بين الناس من الخرافات أن المخ الأيمن يتحكم في الإبداع والمخ الأيسر يتحكم في المنطق أظنكم سمعتوا هذا الكلام هذه خرافة ليس لها أساس ليس لها أساس أنا سأعطيكم بعدين إذا حبيت المرجع الذي يثبت أنها خرافات فهذه واحدة من أشهر الخرافات والعلماء الذين تحدثوا عنها قالوا هي خرافة طال الزمن عليها لا بد من تدميرها بس بسرعة من أين جاءت هذه الخرافة جاءت هذه الخرافة من عام 1972 عندما قام أحد العلماء أظن اسمه سبير كان عالم في جراحة المخ وكان عنده بعض المرضى المصابين بالصرع تعرفوا مرض الصرع فهذا الإنسان الذي يهتز وما يتحكم في نفسه فالصرع درجات ففي بعض الناس يصير عندهم الصرع شديد الصرع الشديد يعني ممكن يسرع عدة مرات في اليوم الواحد طبعا هذا تتعطل حياته ما يمكن يترك حتى في الحمامة جلكم الله وحده فتعطلت حياتهم وتعطلت حيات أهلهم معهم فهو حاول يعالجهم ما استطاع بعدين جاء لت فكرة أن تعرفوا المخ في فصين والفص الأيمن يتحكم في الجسد الأيسر والفص الأيسر يتحكم في الجسد الأيمن هذا صحيح وبين الفصين رابط هذا الرابط أكبر من النخاع الشوكي فقل فكرت يعني كوسيلة لإنقاذهم كانوا ستة كانوا سبعة أني أقطع الفصين لأجرب يمكن تتحسنون ففعلا بالجراحة قطع الفصين فتحسنوا قليلا ما تحسنوا كثيرا بعدين هو كتب في كتابه عن هذا البحث وكتب التالي قال وكأنني لاحظت أن النشاط الإبداعي عندما يمارس النشاط الإبداعي تزيد الحركة في المخ الأيمن بس هذا هو بصدرها ثم أخذتها وحدة صحفية ونشرتها أن المخ الأيمن يتحكم في الإبداعي حتى لما درسون إياها درستنا في أمريكا أنها خرافة قالوا أنتم كم واحد مصروع تعرفوه وكم واحد بهذه الدرجة من الصرع كيف يقبل أن هذه العينة على فكرة أي بحث علمي أي بحث علمي العينة في أقل من مئة لا يقبل العينة حد الأدنى هي مئة وبشرط أنهم لا يعرفوك ولا تعرفون هذه شروط البحث العلمي فهؤلاء كلهم ستة وبعدين أضافت لهم جامعة دارتموت سبعة آخرين العدد الإجمالي كان ثلاثة عشر ثلاثة عشر يحكموا على كل البشر وهم أصلا مرضى فهذا من أين جاءت خرافة أخرى هو أننا نستعمل 2% من مخنى أو 10% من مخنى هذا كلام فاضي نحن نستعمل كل مخنى ولا نستعمل جزء من مخنى هذا غير صحيح أيضا من الخرافات المتعلقة بالتعلم أن الناس يقسموا إلى فالفاك فالفاك هي Visual Auditory و كنستاتيك يعني سمعي وبصري وحسي سمعت هذا هذا كلام فاضي هذا ليس فقط كلام فاضي تم إثبات أن تقسيم الناس بهذه الطريقة وتقسيم الأطفال في المدارس بهذه الطريقة ضار في مسألة التعلم فآثار سلبية وليست إيجابية من الخرافات أن ما يسمى البرمجة اللغوية العصبية NLP هذه كلها ليس لها أساس علمي من الخرافات أن ممكن للإنسان يؤثر على الإنسان آخر أو يتواصل معه يتعلم منه يوصل إليه بالتخاطر تلبثي هذا ثابت أنه ليس له أساس علمي وغيرها خرافات كثيرة الله المستعان قبل الختام دكتور كتاب أثر في الدكتور طارق السويدان وما زال يتذكره كتاب ونا حياتي كلها مع الكتب يعني طبعا بعد كتاب الله تعالى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قرأت فيها كتابين فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رياض الصالحين طبعا للإمام النووي لأنه شامل لكل الأحاديث في كل المجالات وكتاب الآخر اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وهو كتاب ما فيه إلا الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسكس فهذا من الناحية الشرعية يعني أحبت بس أبدأ بها لكن باقي الكتب طبعا في تفسير القرآن أنا قرأت حوالي ثلاثين تفسير في القرآن في تفسير القرآن الكريم لا يوجد تفسير تعيش مع القرآن مثل لو عشتوا معه في ظلال القرآن لسيد قطب إبداع الحقيقة إبداع في الأدب وإبداع في المعاني فهذا من الأشياء التي أثرت عليها تأثير كبير جدا كتاب العادات السبع لأكثر الناس فعالية لستيفن كوفي هذا من الكتب التي أثرت عليه وطبعا كتب كثير لكن دعوني أختم بكتاب أخير في كتاب اسم قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسر من علماء لبنان من طرابلس كتاب بديع في العقيدة ويقارن العقيدة بالفلسفة ويقارنها بما وصلت إليه علوم الناس أقول لكم شغلة بس عشان أشجعكم على قراءة هذا النوع من الكتب أنا كبقية الناس تأتيني شكوك في العقيدة وتعلمنا لما تأتي هذه الشكوك إيش نسوي؟ أعود بالله من الشيطان الرجيم ونحاول أن نطردها فكنت أفعل هذا مثل ما يفعل بقية الناس إلى أن قرأت هذا الكتاب قرأت يمكن ثلاثين سنة من بعدها ولا شك ما رأيكم؟ يزيل الشك عن الإنسان فلما يأتي الشيطان يوسوس أقول له روح يا ملعون عندي ألف دليل فهذه بعض الكتب التي أثرت فيها الشخصية أثرت فيك يعني في التاريخ كثير بس من الذين أنا عايشتهم معايشة فردية أنا لم يمر عليه الحقيقة أعظم من الشيخ دكتور يوسف القرضاوي رحمه الله رحمه الله يعني جمع الأدب والخلق مع العلم مع التمكن مع المعاصرة مع تحويل العلم إلى عمل مؤسسي إلى درجة يعني دائماً أنا المقربين إليه أقول في الذين عايشتهم في الذين عاصرتهم أن لا يوجد أحد أتمنى أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أستاذي وقدوتي دكتور يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى رحمه الله رحمة الله واسعة أخواني عندنا الوقت تقريباً ثمان دقائق هذه الدقائق المعدودة لكم أنتم مع الأسئلة تفضل السلام عليكم دكتور طارس السلام عليكم دكتور عبد الرحمن حياك صراحة سعداء بتواجدك ويانا دكتور في المعرض عجبني عجبني مقولة تعلم كيف تتعلم أنا الحين عندي مجموعة في القروب عشان أحفزهم ويجون المعرض واحد منهم قاعد تبعث بعض الفيديوهات وبعض الكتب عناوين قال لي ما يحتاج يكلف عن نفسي كل شي موجود في العم جوجل الحين صارت عندنا مشكلة دكتور اللي هي وسائل التعلم نعم الكتاب شوي قام يفقد أهميته مقارنة بالسابق الوسائل موجودة ومتعددة خاصة خلال التطبيقات فأنا بعرض دكتور ايش رأيك في هذا الموضوع لابد من استعمال الأدوات الحديثة ولاابد من مواكبة العصر وأنا من الناس اللي يشجع استعمال حتى الذكاء الصناعي حتى في كتابة الأبحاث طيب يعني محاربة هذه الموجة هي مثل لما حوربت الآلة الحاسبة عندما بدأت نعم فقالوا هذه الآلة الحاسبة رأي تعطل قدرة الناس على الرياضيات فلازم نمنعها وأيضا لما بدأ الكمبيوتر أيضا حورب وغيرها وغيرها فأنا أولا مع تشجيع استعمال هذه الأدوات الآن هل هذه الأدوات تساعدنا فعلا على التعلم جواب طبعا وبالتأكيد وطبعا ما ضيع وقتي كثيرا في في البحث عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أروح أدور مئات الكتب اليوم في جوجل يقول لك الحديث وين وحتى ماذا قال عنه العلماء فإذن في البحث عن المعلومة طبعا تستطيع تستعمل جوجل وهو أعلم من على الأرض اليوم أما في البحث فطبعا ممكن تستعمل الذكاء الصناعي ذكاء الصناعي هو ليس بديل للإنسان هو مساعد للإنسان فأنا حاليا في أبحاثي الجديدة أستعمل الذكاء الصناعي بشدة والبحث اللي كان يأخذ معي تسع شهور صار يأخذ معي شهرين فإذن نحن نريد أن نركب هذه الموجة الآن يأتي سؤال رئيسي جدا إذن ما قيمة الكتب ها احفظوا جيدا ما في مهما حاولتو بكل الوسائل حتى بالذكاء الصناعي بديل للكتب لا يمكن ما يمكن طيب واحفظوا هذا أكثر العلم الحقيقي الحقيقي لن تجدوه إلا في الكتب الصعبة اللي يقرأ كتب سهلة سيأخذ معلومات يقدر يستبدلها بجوجل يقدر يستبدلها حتى بالذكاء الصناعي لكن معلومات عميقة حقيقية في أعماق العلم ليس لها إلا الكتب لكن ليس كل كتاب أنا أؤيد هذا الكلام أنا أقول لكم بلا مبالغة أن التسعين المئة من الكتب حتى الموجودة في هذا المعرض ما أحتاجها لأن المعلومة موجودة في جوجل أطلعها بدقيقة لكن هناك كتب لا جوجل ولا أبوه يقدر يطلع فإذن اقرأوا صح يعني ليس فقط تعلموا صح اقرأوا صح فما في بديل للكتب السؤال الآخر تفضلك يعطيك ملافقة أنا محمد محمد من الكويت الممكن الدكتور طارق ما يعرفني ممكن الدكتور طارق ما يعرفني لكن يعرف مشروعي لكن اسمي ما يعرفني أنا سمعت كل شي للدكتور طارق أكثر أكثر مني وقرأت كل شي وبل قرأت سمعت حتى اللغة الإنجليزية ما شاء الله في ثلاث أمور إذا ما تسمع حل الدكتور طارق أعتقد يعني رح تتعثر كثير يعني تحتاج تنجح في ثلاث أمور معادلات النجاح للدكتور طارق سويدان موجودة في اليوتيوب تقريبا محاضرة دورة في ثلاث ساعات والقوة والنفوذ وموجود فيه كتاب لها وبمناسبة مشروعي اليوم البوث مالنا الجناحي مقابل جناح الدكتور طارق سويدان مركز طروس الدراسات الأمر الثالث التخطيط وإذا عندك عمل تحب تشتغل بزنس بزنس مودل موجودة في اليوتيوب اللي ما سمعهم يفوت عمل كثير ولو تأخر ولو تأخر كثيرا سمعهم متأخر من العمر تفيده كثيرا أنا بس عندي سؤال سؤالي أو تعقيب أنا ممكن بعد عمر 27 قلت الدكتور طارق طارق سويدان أبشارك معاكم في الأكاديمية أكاديمية القادة فقالي بعد 27 ما يشاركون معنا الشاهد قلت الكلام هذا أي واحد يقدر يعني يؤثر فيه لكن ما يؤثر فيني لأنني لا أعتبر العمر يعني عاقل أي إنسان حققت مشروعي ما بعد هذا العمر يعني لكن هل هذا العمر يعتبر عاقل الإنسان جميل جميل والسؤال الثاني إذا كان فيه الدكتور طارق ما ألف بك علم واحد أو موضوع معين إلى الآن لم يكتب فيه هو صناعة العصامية أو صناعة الإرادة داخل الإنسان في كثير من الدورات لكن لم يكتبها وشكرا لك ولك أفضل على أنك كبير عسى الله يحفظ طيب أول شيء طبعا سعيد فيك وسعيد يعني باهتمامك وأتشرف الحقيقة أن يكون يعني ناس متقفين من أمثالك يتابعوني بهذه المتابعة هو سمع أشرطي وكتبي أكثر مني يعني أيضا أنت جناحك مقابل جناحنا بس أنا جناحنا اللي الحم ما شفته أنا متشوف فما أدري يعني أنا على فكرة يعني أنا لا أتابع كتبي وانتشارها وتسويقها يعني أنا أنتج وأعطيهم وعدين هما يتصرفون طيب تعليق على العمر هذا أيضا له علاقة بالتعلم بشكل شديد وبالذات تعلم أمر رئيسي جدا وهو تعلم القيم متى يتعلم الإنسان القيم متى تتغير قيم الإنسان كيف تتأثر القيم عند الإنسان فهي لها معادلة لطيفة جدا إذا تحبوا تفكروا فيها وتكتبوها حتى إلى عمر عشر سنوات في أول عشر سنوات تأثير الأكبر في تشكيل قيم الإنسان هي للأسرة من عمر 11 إلى 14 سنة يصبح التأثير الأكبر هو للمدرسة من 15 سنة إلى 18 سنة يصبح التأثير الأكبر هو للأصحاب من 19 سنة إلى 25 سنة يصبح التأثير الأكبر هو للإعلام بعد 25 سنة تستقر القيم عند الإنسان وذلك لما أستاذنا يقول ليش ما نقبل للشباب اللي أكبر من 25 أو 27 في أكاديمية عداد القادة أنا طبعا كان قراري 25 بس أنا ديمقراطي مع أني أنا رئيس اللجنة بس غلبوني بالتصويت فقالوا 27 لكن هي إلى 25 تستقر القيم نادر جداً للإنسان تتغير قيمه إذن ماذا سيحدث عندما أدربك والأكاديمية كلها تدريب ما هو التدريب أنا نركز على ثلاثة أشياء معلومات أقدر أعطيك معلومات مهما كان عمرك مهارات أقدر أدربك على المهارات مهما كان عمرك لكن تغيير القيم والقناعات صامحة اللي يتجاوز هذا العمر صعب جداً بل نادر لأنه يتغير إلا في استثناء واحد وهو أن يكون الذي يعلم الفارق بينه وبين هذا المعلم أو المدرب أو المربي فارق هائل مثل الفارق اللي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فمهما كانت أعمارهم الكل تأثر بس بقية البشر في الغالب يندر أنه يلقون عالم ولا مدرب بهذا التمييز وبالتالي يصعب جداً لأنه يتغيرون فإذا إذا كنا نريد فعلاً أن نغير إنسان جذرياً ونريد أن نصنع قادة لابد أن نكون نركز على الأعمار الصغيرة أختم هذا وأقول أنا مدرب على قضية القيادة ودربت أكثر من مئة ألف شخص حتى الآن أفضل سن لتعليم القيادة وتعلمها هو من سنتين إلى ست سنوات وليس عندما يكبر لأن في هذا العمر تتشكل شخصية الإنسان وفي هذا العمر تزرع العقيدة وفي هذا العمر تتأسس القيم وفي هذا العمر يسهل إعادة تشكيل الشخصية وعلاج مشاكلها جزاكم الله خير دكتور طيب صدان على هذه المعامل وعلى هذه الكلمات الله يحفظكم وشكر موصول لإدارة المعرض والأخوة الحضور جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا